الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله السيد ولدي آدم أكبعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن كان لابد من الكلام وإن كان ثمت إضافة فإني أسهم في هذه الجلسة التي أسأل الله أن يتعلها مباركة علينا وعليكم ببعض الكلمات وأقول وبالله التوفيق ظهر لي من خلال معايشتي القليلة التي يراها إخواني وأبنائي كثيرة للشباب ومشاكلهم وتذبذب الكثير منهم وضحاب بعضهم مع العواصف عواصف الأهواء ظهر لي في الحقيقة أسمى السبب الأول أن هؤلاء الشباب لم يثبتوا على ملازمة الراصحين في العلم وأعني بالعلم علم السنة وهو العلم الذي تستبين به معالم المنهج السلفي فكثير منهم تحظناهم من يذهب ذات اليمين وذات الشمال حتى يقع في شرف الشبهات والتلبيسات وكان الأجدر بهؤلاء الشباب أن يلزموا علماء السنة وفوقها المنهج السلفي فإنه بهؤلاء أعني أولئك العلماء علماء السنة تكون الوقاية والحصانة من الوقوع في شراك الشبهات فلما لم يرفضوا ويوطن أنفسهم على الملازمة ويصبر أنفسهم على الأخذ عن هؤلاء العلماء وأحب العاجلة تعجلوا أمرهم فوقعوا في الشبهات فقلبت عليهم منحقات ولبس لهم البدع في لبس السنة السبب الثاني قبلة الفقه في الدين فإن كثيرا من الناس من ينتمي للسلفية ويرفع بها عقرة ويصدع بها لكنه لم يقبل على العلم وإنما مجرد عاطفهم حبة فهذا الصف سرعان ما يأتيه سداد الألسل فيغيرون وجهته ويحولونه إلى ما يريدون لأنه ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات ويرد به على الأباضي وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله من يريد الله به خيرا يفقف في الدين فهذا الحديث الصحيح صريح الدلاع على أن سبيل الخيرية الخيرية التامة العامة المنتظمة للسعادة للسعادة في الدنيا والآخرة سبيلها واحد وهو الفقه في دين الله فإن من لم يكن فقيها في دين الله ويعرض نفسه للمجالس المشبوهة ويزد بنفسه في حمأة المعارك التي لا يستطيع أن يخوضها وليس عنده من السلاح ما يجاهد به يوقعه في الهلك ويطير مع العصر السبب الثالث في احتسرع بعض الشباب في الاستكشاف كما يسموه الاستقلاع وما عرفت ما عند الآخر وكنا ننهاهم وكنا ننهاهم عن مجالسة هؤلاء المتجعات ونحفهم على لزوم السنة وأهلها ونقول لهم لا عليكم من هؤلاء والله نحب والله نحب الهداية للجميع ونشفق أن يقع ونشفق على من وقع في البدء ولو كان بأيدينا من الأمر شيء لحلن بينه وبين البدء بما نستطيع لكن ليس ذلك نحن علينا هداية البيان وهؤلاء لا يملكون البيان فيغشون المجالس ويقعون بالشراك هذا يعني ما تيسر لي في هذه الليلة ولولا أني دعيت إلى الكلام ما تكذبت لأنه في الحقيقة ليس بعد ما أدر بالشيخنا حفظه الله وبارك له في عمره وعمله مزيد تعليق ولا إضافة ولكني دعيت ولا بد لي من الإجابة وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين